سلام عليكم درسنا لهذا اليوم النهايات للدول الكسرية أو Limits for Fractions of Two Functions بمعنى لو كان عندي لمت لما الأكس تقترب من 2 2x-1 على 5x تربية ذكرنا في الدرس الماضي أنه يكون عندي ثلاث حالات الحالة الأولى رقم على رقم الحالة الثانية طبعا الحالة الأولى رقم على رقم معناها أنه المت موجودة الحالة الثانية رقم على صفر إذا رقم على صفر في هذه الحالة المت غير موجودة الحالة الثالثة صفر على صفر قلنا صفر على صفر معناها لازم أفكر أكثر أني لازم أبسط المسألة أكثر عشان أحصل الجواب الآن خلونا ناخد الأمثلة إذا كان عندي لمت لما الأكس تقترب من 2 2x-1 على 5x تربية أول ما بفكر فيه مثل الحدوديات بعوض بعوض بال2 وبقول 2 وبشيل الأكس هذي وبحوط مكانها قيمتها اللي هي إيش قيمتها 2 ضرب 2 ناقص 1 على 5 الأكس بشيلها وبحوط مكانها 2 تربيع خلونا بالتعويض 2 في 2 بكم بـ 4 ناقص 1 بـ 3 على 2 تربيع بكم بـ 4 في 5 بـ 20 طلع عندي عدد على عدد إذن اللمت موجودة النهاية موجودة في هذه الحالة ناخد المثال اللي بعده لمت لما الأكس تقترب من 2 2x-4 على 5x تربية خلونا نعوم 2 في بشيل الـ x بحوط مكان هايش بحوط مكانها 2 ناقص 4 على 5 في 2 تربيع الآن 2 ضرب 2 بكم بـ 4 ناقص 4 على 2 تربيع بـ 4 ضرب 25 بـ 20 4 ناقص 4 بـ 0 على 20 الصفر على العشرين شرحناها المرة الماضية قلنا أي عدد يكون البسط فيه صفر والمقام أي عدد غير الصفر الجواب كام الجواب صفر فالصفر على العشرين كمان مسموح فهذه النهاية موجودة وهذه النهاية كمان موجودة اللي هي كام قيمتها قيمتها بصفر ناخد المثال الثالث المثال الثالث لما المت لما الـ x تقترب من 3 3x زائد 2 على 5x تربية ناقص 540 بعود بالـ 3 لأن الـ x تقترب من إيش من الثلاثة فبقول 3 ضرب 3 زائد 2 على 5 في 3 تربيع شلت الـ x وحطيت مكانها 3 ناقص 45 الآن 3 في 3 بتسعة زائد 2 بـ 11 على 3 تربيع 9 ضرب 5 بـ 45 معناها 45 ناقص 45 معناها 11 على كم على صفر في هذه الحالة إذا الصفر في المقام وليس الصفر في البسط الصفر في المقام بقول النهاية غير موجودة لا exist النهاية غير موجودة إذا عندي ثلاث حالات الحالة الأولى عدد على عدد ليس ب Harle موجودة صفر على عدد لاسنا لكن عدد على صفر على طول بقول انه غير غير موجودة الآن المت لما الـ X تقتر من الـ 2 للـ 2X ناقص 4 على الـ X تربيع ناقص 4 نعود نحط الـ 2 هذه والـ X بكم قيمتها؟ قيمتها بـ 2 ضرب 2 ناقص 4 على 2 تربيع ناقص 4 2 في 2 بـ 4 ناقص 4 بـ 0 على 2 تربيع بـ 4 ناقص 4 بكم بـ 0 هذه بسميها عدم تعيين عدم التعيين معناها لازم أفكر بحل بطريقة أخرى الآن خلونا نفكر هل أقدر أكتبها بالطريقة هذه المت لما الـ X تقترب من الـ 2 هل عندي أي شي مشترك؟ بفكر بالعامل المشترك وبفكر بالتحليل هل في شي مشترك في البسط؟ نعم الـ 2 ممكن أخذ الـ 2 العامل بشترك فبقول 2 ضرب إيش رح يبقى لي في البسط؟ X ناقص 2 عشان نتأكد 2 في الـ X رجعتين لـ 2X 2 في الـ 2 ناقص 2 ناقص 4 على تذكرون الـ X تربيع ناقص 4 بأي تحليل هذه؟ هل طبعا ما نقدر ناخد عامل المشترك لأنه ما فيه أي مشترك بين الـ X والـ 4 لكن بقدر أفكر بالتحليل التحليل لفرق بين المربعين والفرق بين المربعين بأخذ جذر هذا وجذر هذا مرة بالسالب ومرة بالموجب بينهم يعني معناها X ناقص 2 وX بكم زائد 2 لاحظوا أن الـ X ناقص 2 تروح مع الـ X ناقص 2 في هذه الحالة السؤال صار كأنه لما الـ X تقترب من الـ 2 2 على X زائد 2 الآن السؤال كأنه هذا السؤال الجديد عوضوا معناها 2 على الـ X بـ 2 بكم؟ 2 زائد 2 الجواب 2 على كم؟ على 4 معناها بقدر أشيله على الـ 2 فيها الـ 1 وعلى الـ 2 فيها الـ 2 معناها 1 على كم؟ 1 على الـ 2 المثالي بعده Limit لما الـ X تقترب من السالب 1 الـ X زائد 1 على الـ X تربيع ناقص 1 سالب 1 زائد 1 بصفر على سالب 1 تربيع 1 1 ناقص 1 بصفر معناها أيضا هذا عدم تعيين عدم تعيين معناها بفكر بإيش؟ بالتحليل أو أخذ عام مشترك طبعا في البسط ما رح أقدر أسوي شيء خلونا نشوف المقام المقام X تربيع ناقص 1 نفس الصورة للـ X تربيع ناقص 4 فكر بالفرق بين المربعين معناها هذه Limit لما الـ X تقترب من السالب 1 X زائد 1 رح تكون نفس ما هي الـ X تربيع ناقص 1 رح تتحول إلى X ناقص 1 و X زائد 1 الآن الـ X زائد 1 رح تروح مع هذه فرح تظل Limit لما الـ X تقترب من السالب 1 الـ 1 على X ناقص 1 معناها 1 على السالب 1 ناقص 1 سالب 1 ناقص 1 معناها ناقص 2 معناها 1 على سالب 2 اللي هي نفسها سالب 1 على كم على 2 السالب حطيناه في البسط أو حطيناه في مقام ما بيأتم المثال الأخير لمت لم nave سالب 15 زائد كم زائد 6 على سالب ثلاثة تربيع بتسعة سالب ثلاثة في خمسة بسالب خمسة عشر زائد كم زائد ستة تسعة ناقص تسعة بصفر على تسعة ناقص خمسة عشر بسالب ستة زائد ستة بصفر معناها مرة أخرى هذا عدم تعيين معناها بفكر هل ممكن أني أحلل لو بمظر في البسط الـ X تربيع ناقص تسعة اللي هي هذي فرق بين مربعين معناها المت لما الـ X تقترب من السالب ثلاثة الـ X تربيع ناقص تسعة رح تكون إيش X ناقص ثلاثة و X زائد ثلاثة على X تربيع زائد خمسة X زائد ستة هل تتحول بسأل نفسي السؤال التحليل اللي هي غير الفرق بين مربعين عددين حاصل ضربوهم مثل ما شرحتها في فيديو سابق عددين حاصل ضربوهم ستة ومجموعهم خمسة شو هم اللي هم الموجب اثنين وموجب ثلاثة الموجب اثنين ضرب ثلاثة بموجب ستة ومجموعهم بموجب خمسة معناها هذا X زائد ثلاثة و X زائد ثلاثة و X زائد ثلاثة الـ X زائد ثلاثة راحل مع الـ X زائد ثلاثة فبقت هذه المت لما الـ X تقترب من السالب ثلاثة X ناقص ثلاثة على X زائد الثنين عاوضوا بالسالب ثلاثة既عناها سالب ثلاثة ناقص ثلاثة عل S3 زائد الثنين سالم ثلاثة ناقص ثلاثة بكم؟ سالب ستة سالب ثلاثة زائد اثنين بكم؟ سالب واحد سابق ستة على سالب واحد إذ هي كم؟ ستة شكرا